يشكل ملف استرداد الأموال العراقية بالخارج أحد أبرز الملفات المعقدة التي تحتاج إلى حكومة قوية بعيدة عن تبعية الأحزاب السياسية التي تمارس تجارة بنفسها وتدخل على خط تهريب الأموال لخدمة مصالحها فضلاً عن الدعم الدولي الذي ينبغي توفره لفتح مثل هذه الملفات المستشار المالي للحكومة الحالية مظهر محمد صالح قال إن الأموال التي غادرت البلاد تعد بمثابة رؤوس أموال وطنية مغتربة وهي مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق وأضف صالح أن مليارات الدولارات هربت إلى الخارج ولم تعد ذات علاقة بالعراق مؤكداً ضرورة تشريع قانون يشجع عودة رؤوس الأموال العراقية إلى الداخل الحكومة المتعاقبة منذ عام 2003 كانت جزءاً من مشكلة صناعة إمبراطوريات تجارية ضخمة مرتبطة بالميليشيات والأحزاب السياسية التي تقوم بتهريب الأموال إلى الخارج لخدمة الأجندات الخارجية والمصالح الشخصية وقد يختلف المراقبون بشأن حجم الأموال التي هربت من العراق منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 لكنهم يتفقون جميعاً على أنها كافية لإعادة إعمار العراق بالكامل وتوفير البنى التحتية وفرص العمل وإقامة مشاريع عملاقة إلا أن اللجنة المالية البرلمانية قدرت حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد بنحو 500 مليار دولار ولا شك أن هذا الرقم يرتفع يومياً فعمليات الفساد التي تقودها الأحزاب النافذة وبرعاية من الداخل والخارج مستمرة وبقوة التصريحات التي تطلقها الحكومات المتعاقبة حول مشاريع وقوانين وآليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق تبقى حبراً على ورق إذ يرى محللون السياسيون أن عدم إنجاز هذا الملف يعود إلى كثرة المتورطين فيه لسيما أن غالبيتهم أعضاء في الأحزاب التي تمسك بالسلطة وتمتلك الميليشيات والفصائل المسلحة العراق تحول إلى معبر لعمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة الدولار إلى إيران عن طريق مزاد العملة وتوصيلها لحسابات بنكية إيرانية في خطوة منظمة تهدف إلى كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على إيران فضباط بالحرس الثوري وعناصر عسكرية في الفصائل المسلحة العراقية هم أداة لتنفيذ هذه المهمة بالإضافة لاستخدام طهران شركات وهمية من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة ودعم الميليشيات في أكثر من بلد بالمنطقة من جهة أخرى